هذا هو معسكر خالد بن الوليد قلعة محاطة بأسوار الطبيعة يربض المعسكر في مديرية موزع على مفترق طريق الحديدة والتعز والمخى وكما يبدو في الصورة فهو أقرب لمدينة وميناء المخى وفارض سيطرته على محيطها البحري منذ أيام ومحيط المعسكر يشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا المعارك اشتدت وطيرتها خلال الساعات الماضية مخلفة قتلى وجرح من الميليشيا في محيط المعسكر وتمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على مخزن سلاح يحتوي على ذخائر وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة تفرض قوات الجيش الوطني حصارها على المعسكر وبتغطية جوية من مقاتلات التحالف التي شنت أكثر من عشرين غارة على مواقع الميليشيا مستهدفة عددا من الآليات العسكرية بيد أن الطبيعة المعقدة لسلسلة المرتفعات هذه كان لها أثر كبير في رسم المعركة وتشكيل ظروفها بل وإدارتها نهيك عن الأنفاق الطويلة والألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرق المؤدية إلى المعسكر ومحيطه ما تسبب بإعاقة تقدم قوات الشرعية وبالرغم من سيطرة قوات الجيش الوطني على المرتفعات المطلة على المعسكر من الاتجاهات الشرقية والشمالية والغربية التي كانت تمثل حصنا للميليشيا إلا أن سيطرة الجيش الوطني الكاملة على المعسكر ما تزال محفوفة بمخاطر كبيرة وإن كانت مرهونة بالوقت والحسابات العسكرية ترجمة نانسي قنقر